عناصر خطة العمل مجموعة من عناصر خطة العمل لا بد من معرفتها أو إضاحها بشكل ولو مبسط الملخص التنفيذي نبذى عن الشركة تحليل المنتجات، تحليل السوق، الخطة التسويقية، نبذى عن الإدارة والتحليل المالي فنجد أن الملخص التنفيذي نبذى عن الشركة، تحليل المنتجات، تحليل السوق، الخطة التسويقية نبذى عن إدارة تحليل المالي، كل هذه تعتبر عناصر مهمة لا بد من أن تدرج في خطة العمل فالملخص التنفيذي يظهر في البداية ويغطي لمحات عن خطة عملك بهدف إقناع العملاء بأن مشروعك جديرا بالثقة بمعنى كيف لك أن تقنع العملاء، تقنع المستثمرين، تقنع من يطلع على هذا المشروع بأنه فعلا جدير بالثقة ودائما الملخص التنفيذي هو يكون في البداية وكالمسمى ملخص وليس إسهاب لذلك لابد أن يكون ملخص بعبارات معينة وبجزئيات محددة نبذى عن الشركة يقدم رائد الأعمال ملخص عن الشركة باعتبار العملاء لا يعرفون عن المشروع ويركز الملخص على الشركة متضمن اسم المشروع موجز تاريخي قصير عن مجال عمل الشركة والأهداف البعيدة التي تسعى لها الشركة تحرير المنتجات يصف بالتفصيل كيف نفصل السلع والخدمات التي ممكن أن يكون المشروع يقدمها سواء كان تقديم خدمة أو تقديم سلعة ويمكن الهدف هنا يتميز في كيف لي أن أميز وضعي عن بقية المنافسين في البيئة ما هو الذي يميز مشروعي عن بقية المنافسين أو ما هو الذي يميز خدمتي عن بقية المنافسين في تقديم تلك الخدمة من حيث المزايا من حيث التكاليف من حيث الموقع من حيث التقنية ومن حيث المستقبل وهذه تعتبر ركائز أساسية تميز مشروعي عن بقية المنافسين بمعنى كلما دخلت سوق وجدت منافسين انظر إلى مزاياك عن مزاياهم هل راح تحقق ميزة غير مزايا المنافسين هل تكاليفك أقل أو أكثر هل الموقع الذي استخدمته أو حددته لمشروعك أفضل من المنافسين هل التقنية التي استخدمتها أفضل هل المستقبل لك أنت كميزة تنافسية كخدمات متميزة كالآخره فعلا راح يضمن لك مستقبل زاهر هذه تعتبر كذلك من ضمن ما يميز المشروع من حيث تحليل المنتجات